توفي ماجد الماجد قائد ما يسمى بكتائب عبدالله عزام في بلاد الشام هكذا ورد النبأ على الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان سبب الوفاة المعلن هو تأثره بإصابته بمرض الفشل الكلوي وتدهور حالته الصحية بعد القبض عليه من قبل الاستخبارات الحربية في الجيش اللبناني قبل عدة أيام ماجد الماجد السعودي الأصل كان مطلوبا لدى السلطات اللبنانية بتهمة الاشتراك في المعارك التي خاضها تنظيم فتح الإسلام ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين عام 2007 وأصدر القضاء اللبناني حكما غيابيا ضده عام 2009 بالسجن المؤبد كما أنه كان مدرجا على القائمة السعودية للإرهاب وملاحقا مع آخرين من الجهات الأمنية السعودية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وشهدت عملية اعتقال السلطات اللبنانية للماجد ما يمكن وصفه بحالة تكتيم كاملة في ظل نفي الجيش لروايات عدة ترددت في وسائل الإعلام حول طريقة القبض عليه كما أنه لم يتضح ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد قامت بالتحقيق مع الماجد قبل وفاته أم لا الماجد داومت السلطات اللبنانية على وصفه بالمطلوب الخطر وكتائب عبدالله عزام التي قادها الماجد أدرجت على لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية بعد ارتباط اسمها بأحداث عدة آخرها إعلان الحركة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر 22 الماضي وأودى بحياة أكثر من 20 شخصا من بينهم الملحق الثقافي الإيراني